تقرير سابق كشف عن الشبكة المالية والعسكرية لما كان يعرف بتحالف الانقلاب ممثلاً بميليشيا الحوثي وقوات صالح يعود فريق الخبراء المعني باليمن والمكلف بموجب قرار مجلس الأمن ليطلق تقريره السنوي الجديد ولكن بشكل وضع في أولوياته الحديث عن المشهد بعد تفكك ذلك التحالف جماعة الحوثي المسلحة أو الميليشيا التي تمكنت من تثبيت أسس انقلابها مع حليفها كانت المعنية الأولى في التقرير الذي صلت الضوء على جملة انتهاكات ارتكبتها طيلة الثلاث سنوات الماضية من الحرب تجنيد الأطفال وتحويلهم إلى وقود للقتال والقصف اليومي على الأحياء المدنية ونشر الألغام البرية والبحرية اعتبرت من أهم النقاط التي شملها التقرير وفي هذه الانتهاكات العديدة يرى الفريق الدولي أن هناك استخداماً عشوائياً للذخائر المتفجرة والقصف على المدنيين فيما وصف بأنه عدم امتثال للقانون الدولي الإنساني جدول الانتهاكات في التقرير أوضح أنه حقق في 16 حالة اعتقال تعسفي وتقويض للحرية اجتملت هذه الانتهاكات على الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب أسرة صالح كانت حاضرة أيضاً في التقرير حيث أعاد تأكيد ما ذكره سابقاً عن سيطرة خالد علي عبدالله صالح على أموال وصفقات شراء الأسلحة للقوات التي كانت موالية لهم مجدداً يعود فريق الخبراء ليحذر من الأزمة التي طالت في اليمن نتيجة تعدد أطرافها فلم تعد الحرب محصورة في أطراف القتال المحليين بل باتت حرباً تدار بالوكالة وتقودها أطراف إقليمية أوصلت البلاد إلى المجهول